ما فيش شك إنه فيه ناس كتير جداً بتحب القهوة وهي بالنسبة لهم كده زي مشروب سحري بيزبط مودهم وبيزبط يومهم بيساعدهم إنهم يستقبلوا يومهم بشكل أفضل لكن كل واحد أحياناً بيكون ليه تقوس أو عادات معينة في شرب القهوة اللي بيحب يشربها هو بيسمع موسيقى اللي بيحب يشربها هو بيقرأ اللي بيحب يشربها وهو بيكتب وأحياناً بتكون بالنسبة لناس كتير مصدر من مصادر السعادة وعايز أقول لكم إن في كمان دراسة اتعملت في المعهد الوطني للصحة في إنجلترا كشفت إن الأشخاص اللي بتشرب أربع فناجين قهوة في اليوم أو يمكن أكتر هما أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب وأكيد كلنا بندور على إننا نعيش بصحة نفسية أفضل ومناعة نفسية أحسن تساعدنا إننا نواجه ضغوط حياتنا اليومية بشكل عام أو أي موقف صعب يمكن نكون بنقابله عشان كده النهاردة اخترنا في حلقتنا كتاب فناجين مضادة للإكتئاب فرصتك للتخلص من القلق والقرق وفقدان الشغف الكاتب دكتور أحمد إديب واللي هنعرف منه أسرار فناجين القهوة وإزاي مع كل فنجان ممكن نواجه الإكتئاب ونحقق السعادة في حياتنا